ولدك اللي يقول لك بعضنا إذا قال له ولدها بسيارة راح يطلع له لدسن غمارتين وإذا قال له بمرأة قال له أنت توظف الصين الرجال يا مسلم أنت تشتري له حديد ولما رأى العفافة أراده تقول خلك رجال تبيه رجال زوجه بدل ما تتصل عليك الشرطة يوم الأيام عياذا بالله ويقولوا لك ضاع عرضوا ابنك أو هتك ساعدوهم أعينوهم وأنا أقولها وأشوى أن أولديهم معكم عشان ما يسمع وأنا أقولها بصوت عال زوجه لو قعد عشر سنين بلا وظيفة صكد عليه ويحفظ الله عرضه ويطلع ولد يسميه عليك أو بنت على أمه قرة عين أحد أسباب المال والغنى أن يزوج إذا زوج اغتنى ويمكن وظيفته ما تجي لين يتزوج وله بعيب تحط لغرفة في السطح مع حفظ عفافه وحيائه أفضل ما كل يوم في واد يهيم ويجي اكتال الليل ما تدري ما الذي جرى في غدرات الليل والله أحبابي حفظ أعراض أبنائنا من أوجب الواجبات